أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إطلاق منتدى السياسات العامة تابع له بالتعاون مع منظمة يونسف لفعاليات مختبرات المستقبل تحت عنوان مستقبل منصات الذكاء الاصطناعي تطبيق شات جي بي تي أوضح المركز في بيانه أن فعاليات مختبرات المستقبل تستهدف استشراف المستقبل برؤى الشبابية لدعم متخذ القرار بالأفكار الإبداعية وأشار المركز أنه يتم الاعتماد على ورش عمل تفاعلية يتم عقدها مع مجموعة من أفضل الخبراء في مجال دراسات المستقبلية ومناقشة التأثيرات الداخلية والخارجية المحتملة في مجالات متنوعة حيث تم مراعاة اختيار مجموعة متنوعة من المشاركين في تخصصات مختلفة لتبادل الآراء والخبرات